بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل دروسنا حول الجمل التكرارية لنفرض انه طلب منك برنامج اكتب برنامج يطبع لنا الاعداد من واحد الى عشرة بالشكل التالي يطبع لنا قوس واحد قوس بعد كذا قوس اثنين يسكر القوس قوس ثلاثة يسكر القوس وهكذا الين يطبع لنا قوس عشرة يسكر القوس اتمنى انك توقف الفيديو شوي تحاول تفكر باستخدام الوايل لوب اللي شفناها الفيديو اللي راح كيف راح تطبع الشيء هذا فكر شوي معي وقف الفيديو فكر شوي حاول تحلها ثم بعد كذا ارجع للفيديو وشوف كيف راح نحلها اذا ما سطعت حلها او حتى تتأكد اذا كان حلك صحيح ولا لا طيب اتمنى انك تكون حاولت الآن في لما نجي نكتب لوب او لما نجي نحل البرنامج باستخدام لوب برنامج فيه تكرار زين اول شي نشوف وش العملية اللي فيها تكرار زين اول عفونا العملية اللي راح نكررها طبعا اكيد يعني لما تكون فيما بعد ان شاء الله اذا من وجدك يعني اذا بصرت تكتب برامج يعني كبيرة وكذا طبعا اول شي تتأكد منه هل راح اكرر ولا لا هذا اول شي لكن الان في برنامجنا هذا حنا عارفين انه راح نكرر بما ندرس اللوبس اذا كيد فيه تكرار في السؤال السؤال الاول هو هل راح نكرر ولا لا مفروغ منه راح نكرر طبعا السؤال وش الشي اللي راح نكرره وش العملية اللي راح نكررها زين هذا شي مهم جدا يساعدك اثناء لما تيجي تكتب اللوب زين لاحظنا العملية اللي راح نكررها هي الجزء هذا زين انه طباعة قوس ثم رقم ثم قوس زين طباعة قوس ثم رقم ثم قوس هذه العملية تتكرر لاحظة هذا تكرار الاول هذا تكرار الثاني زين هذا تكرار الثالث وهكذا مضبوط اذا راح يكون لو نيجي نفكر برنامجنا كيف راح نكتب ورح نكتب system.out.print.lin نضبوط بعد كده وش راح نطبع راح نطبع القوس اليسار ثم راح نطبع الرقم ثم راح نطبع القوس اليمين زين هذا هو الشي اللي راح نسوي وهذا الشي هو اللي راح نكرره طبعا لاحظ انه الرقم اللي راح نطبعه كل مرة يزيد واحد زين ولاحظ انه حتى نكرر فانه نحتاج العدات او counter هذا شي مهم جدا شفناه المرة اللي راحت طيب كيف نستخدم العدات او الكاونتر زين في المرة اللي راحت شفنا كيف يشتغل العدات الآن راح اعطيك في هذا المثال راح اعطيك شروط العدات حتى انك تستخدمه زين اي عدات او الكاونتر شروطه هي كالتالي اولا واحد يجب ان تعطي قيمة ابتدائية للعدات اثنين يجب ان تزيد او تنقص العدات في كل دورة من دورات اللوب او زين او الجملة التكرارية الجملة تكرارية هذا الشرط الثاني شرط الثالث انه يجب ان تضع ان تضع شرط هذا شرط مه جدا مهم يجب ان تضع شرط الجملة تضع شرط لللوب 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 وتضمن وتضمن ان يتحقق هذا الشرط الشرط في بعد او بعد عدد محدد من عمليات التكرار طبعا هذا الشرط رح يكون مبني على الكاونتر الكاونتر هو اللي يعد زين خلنو نشوف الاشياء الثلاثة هذه في مثالنا هذا زين اولا يجب انك تعطي قيمة ابتدائية للعدات زين بما ان احنا رح نطبع الارقام من واحد الى عشرة اخرى من افزعة بين القواس اذن القيمة الابتدائية هذا سوف نطبع بعبارة اخرى رح نطبع العدد سوف نطبع الكاونتر مرة هذه الكاونتر سيععد بنفس الوقت schön نعطي قيمة ابتدائية للعداد نقول ان الكاونتر gets one مضبوط زين لاحظ حاجة مهمة جدا انه دائما القيمة الابتدائية تعطي القيمة الابتدائية للعداد برى اللوب زين ما تسند العداد قيمة واحد برى اللوب مضبوط عملية السنات هذه تتم مرة واحدة زين وتكون دائما برى اللوب ما نبغى نكرر عملية السنات هذه هذا الشيء مهم جدا بعد كذا يجب أن نزيده وننقص العداد في كل دورة من دورات الجملة التكرارية ايضا جوا اللوب جوا اللوب لازم كل دورة من دورات اللوب تزيد العداد مضبوط لان جاسين نحسب كم مرة كررنا مضبوط فهنا بالنسبة لنا هنا هل راح نزيد ولا ننقص راح نزيد لان راح نبدأ من واحد الى عشرة فاذا هنا راح نكتب counter plus مضبوط الشيء الثالث هذا هو الاهم من بين الثلاثة هذه لازم يكون في شرط يضمن لنا ان اللوب راح توقف زين بعد عدد محدد من عمليات التكرار يجب ان يكون هناك شرط مضبوط طيب وش الشرط هذا احنا راح ننفذ من واحد الى عشرة العداد راح يعد ونبغى بعد عدد معين من عمليات التكرار يوقف توقف عملية تنفيذ اللوب زين بناء على شرط معين الشرط هو انه الكاونتر يكون الشرط مربوط بالكاونتر في الحالة هذه فيما بعد راح نشوف الشرط اذا فكناه من الكاونتر حاليا الشرط يتمدع على الكاونتر فنقول انه طالما ان الكاونتر اصغر من او يساوي عشرة فانك استمر زين هذا الشرط يضمن لنا بما انه بدأنا من واحد لاحظ بما انه بدأنا من واحد زين وبما انه نزيد كل مرة نزيد واحد يعني بدأنا من واحد اثنين ثلاثة اربعة اذا اكيد 100% ان الشرط هذا في مرة من المرات مضبوط راح ينتفي افوا هنا الواجب ان يقول نضمن ان ينتفي ينتفي وليس اتحقق ينتفي زين يجب ان نضع شرط لوب ونضمن ان ينتفي هذا الشرط بعد عدد محدد من عمليات التكرار زين اذا هالشرط هذا بما انه نبدأ من واحد وبما انه كل مرة نزيد واحد زين فان الشرط هذا 100% ان الكاونتر بعد عدد معين من مرة التكرار راح يكون عشرة زين ورح يكون عفل راح يكون اكبر من عشرة بمعنى ان الشرط هذا راح ينتفي وبالتالي راح نطلع من اللوب طيب الان هذا هو الجزء اللي نبغى نكرره الجزء هذا ارجو انك تحاول الان مرة ثانية اذا كنت ما قدرت تحل مرة السابقة حاول الان مرة ثانية معي انك تكتب البرنامج المطبوب راح تضع while زين راح تبدأ هنا initialization للكاونتر هنا مضبوط اللي هذي نسميه عملية initialization initialization زين اللي يعطى قيمة ابتدائية هذي يزد مضبوط هذي initialization للعداد اذا اول شيء هنا نبدأ عملية initialization العداد بعد كده راح تحط ال while تحط الشرط حق ال while اللي يضمن لنا انه في وقت من الوقات راح نوقف توقف ال while بعد كده جو ال while راح نحط الشيء اللي نبغى نكرره وراح نزيد العداد بواحد هنا راح نزيد العداد بواحد ثم بعد كده نقفر ال while يبقى راح يكون برنامجنا بشكل التالي راح يبدأ برنامجنا التنفيذ من هنا زين ينفذ الجملة هذه مرة واحدة فقط زين بعد كده ال while هذي راح يصير رايح كده ثم راجع بالشكل هذا ثم رايح مرة ثانية ثم راجع الين انه الشرط هذا ينتفي ففي مرة من المرات راح يجي ويطلع كده يطلع بره الى ما بعد ال while هذي اذا راح البرنامج يسوي نشياليزيشن يجي لل while هنا يشيك على الشرط اللي جوه ال while يسوي لنا العملية اللي نبغى نكررها يزيد الكاونتر بواحد مضبوط يزيد الكاونتر بواحد هنا بعد كده يرجع مرة ثانية يشيك على الشرط من جديد ينفذ ويرجع ينفذ ويرجع الين انه الشرط ينتفي مرة من المرات الشرط ينتفي هذا شي مهم نقطة في الرقم ثلاثة الشرط انتفى نطلع بره اللوب من هنا نروح بره نطلع بره اللوب طيب الفيديو قادم ان شاء الله راح نحل نكتب المثال هذا ارجو انك تحاول مهم جدا حاول انك تطبق المثال هذا وتكتبه بنفسك قبل ما اننا نكتبه حنا